بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى بشأن وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء تبوأت مملكة البحرين المرتبة الخامسة عربيا في مؤشر الأمن الغذائي وال43 عالميا وحصلت على 66.5 درجة وفقا لأحدث بيانات مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021 التابع لـ Economist Impact مؤشر الأمن الغذائي يخذ بعين الاعتبار قضايا القدرة على تحمل عدة مقاييس وهي تكلفة الغذاء وتوفره وجودته وسلامته والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في 113 دولة في مختلف أقطار العالم يعتبر ملف الأمن الغذائي من الملفات المهمة والتي تحظى بعناية خاصة من قبل جلالة الملك المفدى فلا تخل الخطابات السامية لجلالته من التركيز على تعزيز وتأمين الأمن الغذائي الوطني حيث وجه عاهل البلاد المفدى خلال ابتتاح دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في إكتوبر عام 2019 بوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعها بالعيش الكريم وخصوصا في مجال تحقيق الأمن القذائي تبادر البحرين بكل جدية بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي حيث أصدرنا توجيهاتنا بوقع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة لاستزراع السمكي والإنتاج النباتي ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات القذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءا هاما في إنجاح تلك المشاريع وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتطلعات الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء عملت مملكة البحرين على تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية وتوفير الفرص الاستثمارية في هذا القطاع من خلال إنشاء بنية تحتية قوية للأمن الغذائي في المملكة أدت إلى رفع نسبة الإنتاج المحلي وتأمين مخزون استراتيجي من الأمن الغذائي باعتبار أن الغذاء هو شريان الحياة واليوم تتبوأ مملكة البحرين المرتبة الخامسة عربيا والثالثة والأربعين عالميا وفقا لمؤشر الأمن الغذائي التابع لأكنوميكست إمباكت هذه المرتبة تعكس البعد الاستراتيجي الإيجابي والجهود المميزة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في سبيل تطوير العمل بمجال الأمن الغذائي من خلال إطلاق العديد من المبادرات الزراعية والتي جاء آخرها تجشين مبادرة تعزيز المخزون السمكي بإطلاق مئة ألف سمكة مستزرعة محليا وتشجيع الاستثمار في مجال الزراعة المتطورة وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية فضلا عن السلامة والرقابة الغذائية وذلك في سبيل رفع الاكتفاء الذاتي وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي تعميق الحس الوطني تعميق الحس الوطني تعميق الحس الوطني